إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطلع الله ورسوله ويخشى الله ويستطعه فأولئك هم الفائدون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد مشاهدين الكرام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسئل الله جل في علا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح واجعلني وإياكم من من يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم الألباب مع الحديث الحادي والأربعين من سلسلة الأربعين النووية مع الحديث قبل الأخير مع حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النووي رحمه الله حديث حسن صحيح بويناه في كتب الحجة بإسناد صحية رأي الحديث عبد الله بن عمر بن العاص أو العاصي وهو ابن وائل ابن هشام ابن سعد ينتهي نسبه إلى لؤي ابن غالب القراشي وأمه ريطة بنت منبه ابن الحجاج ابن عامر ابن سعد ابن سهل القراشي أسلم قبل أبيه لأن أباه لم يسلم إلا بعد الحديبية وكان بينه وبين أبيه في العمر قرابة الأحد عشر سنة أو الثلاثة عشر سنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفضله على أبيه بسبب عبادته وكان غزير العلم واسع الرواية يقول أبو هريرة رضي الله عنه وتعلمون من هو أبو هريرة هو راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روي له أكثر من خمسة ألاف حديث يقول ما أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمر بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب وروي له سبب مئة حديث اتفق الشيخان على سبعة عشر منها وانفرد البخاري بثمانية ومسلم بعشرين وروايته أكثر من ذلك كما قلنا أنه فاق أبو هريرة وإنما توعرت الطرق في الرواية عنه وكان ذلك سببا في قلة ما نقل عنه والله أعلم وكان قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة عنه في حال الرضا والغضب فأذن له فكان يسمي صحيفته الصادقة قرأ الكتب وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأنثال وأما عبادته التي قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبه من أجلها فكان عابدا وكان زاهدا كان مداوما على صيام النهار كان كثير القيام في الليل راغبا عن الدنيا وعن النساء زوجه أبوه من امرأة من قريج ثم دخل عليها فقال لها كيف وجدتي زوجك فقالت وقبل أن نذهب إلى ما قالت هنا أيضا استطراد يسير أن الأب يسأل زوجة ابنه عن حال ابنه وهذا أمر عجيب فإن الزوجة لقربها من الابن ربما ترى منه من العيوب أو من الأخطاء ما لا تستطيع مصارحة زوجها فيه فتستطيع من خلال الأب أن توجه هذه الرسالة يستطيع أيضا الأب أن يعرف حال ابنه كرمه بخله شجاعته قوته كرمه في العطاء في المشاعر كرمه في الإنفاق وغير ذلك من الأمور عن طريق الزوجة فها هو الصحابي يسأل ابنه عبد الله بن عمر كذلك فعل الفاروق كذلك فعل الخليل وإبراهيم عليه السلام لما ذهب إلى زوج إسماعيل وسألها عن زوجه فلما لم تأبدي له خيرا ورأى منها التضجر قال له غير أتب بتبابك فكانت رسالة تطليقها عن طريقها فكذلك الأب ينبغي له أن يراعي أبناءه وينتابه إليهم ويسأل زوجاتهم عن حالهم علّه يكون سبب في صلاحهم وفي استقرار بيوتهم فهذا هو أبو عبد الله عمر بن العاص يعني عمر بن العاص يذهب إلى زوجة عبد الله فيسألها كيف وجدت زوجك فقالت خير الرجال وهو رجل لم يفتش لنا عن كنف ولم يعرف لنا فراش فأقبل عليه يعظه وقال له زوجتك امرأة من قريش فعضلتها امرأة من قريش أي أنها شريفة النسب ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاه به فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أتصوم النهار قال نعم أتقوم الليل قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني شهد لي رموك مع أبيه بالشام حررها الله ونصر أهلها وكان مع أبيه إلى أن توفي أبوه بمصر ثم انتقل إلى الشام إلى أن توفي يزيد ثم انتقل إلى مكة ومات فيها وقيل مات بالشام وقيل أيضا أنه مات بالطائف وقال بعضهم بل بمصر سنة خمسة أو سبعة وتسعين عن اثنين وسبعين سنة أو اثنين وتسعين سنة وكان قد ذهب بصره في آخر عمره رحمه الله فهذا صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عامر بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه الشرح الإجمالي شرط التحقق بصفة الإيمان الكامل هو الخضوع لأحكام الشرع والتسليم لإرادة الله جل وعلا دون أدنى تردد وإنما نستحسن شيئا برأيه المجرد ومالت إليه نفسه ولو كان مخالفا للشرع فهذا يكون ناقص الإيمان وقد ينتفي كليا إذا كان هواه لا يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الدين فإنه حينئذ يكون مرتدا كما جاء ذلك في شرح الأربعين للشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاءت به المقصود لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه وهذا يدل على مذهب أهل السنة من زيادة الإيمان ونقصانه وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فلا يقول حتى يقول الله ورسوله ولا يذهب مذهبا لم يدل عليه الوحي ولو يقدم بين يديه الصحيح النقل قياسا أو استحسانا فإذا قال الشارع الحكيم صدق بقوله وآمن به واستسلم لأحكامه سواء وافقت نفسه أو لم توافق وسواء ظهر لأفوه المصلحة أو خفيت عليه فإن المصلحة والخير دائما يكون في التشريع والهوى لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به الهوى لغة مصدره هواه أي أحبه ويجمع على أهواء وشرعا يطلق الهوى على ميل النفس إلى ما يوافق الشرع بدافع المصلحة العائدة عليها لا بدافع الاستسلام والإيمان أي أن الإنسان يحب هذا الأمر والإنسان إذا كان ذوقه سليم فإنه يوافق الشرع دائما وإذا كان ذوقه فيه نقص فإنه لا يوافق الشرع وإذا كان ذوقه خبيث فإنه دائما يقع في ناقيض الشرع ولذلك تجد أهل الإيمان دائما يتوافقون مع شرع الله جل وعلا ألم يقل الله يحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث فيكون هواه متعلقا بالطيبات وينفر من السيئات لأنها الخبائث كما ذكرها الله جل وعلا وهذا من أعظم التوفيق ولذلك تجد أن بعض أهل الجاهلية لم يكن يعاقر الخمرة ولا يحبها لأنها تذهب بعقله وهذا دليل على انضباط واعتدال هواه وكان بعضهم لا يقرب الزنا فهذا أيضا دليل على اعتدال هواه ويأتي الهواه بمعاني أمور بمعاني أخر وهي إلى ما تدعو إليه الشهوات كما قال جل وعلا ونهى النفس عن الهوى وقال تعالى مخاطبا داود عليه السلام ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فالمقصود من الهوى هنا هي الشهوات وهو المعروف في استعمال الهوى غالبا وعند الناس وقد يعرف الهوى بأنه ميل النفس إلى مجتهيات الطبع دون مقتضيات الشرع وقد يطلق أيضا على الميل مجردا من غين نظر إلى ما تعلقه إن حقا أو باطلا وهذا المعنى هو المراد في الحديث أي أن هواه يسير ومزاجه يكون مع هذا ومحبته تكون مع شرع الله جل وعلا قد يطلق الهوى ويراد به الميل إلى الحق خاصة ومنه قول عائش رضي الله عنها ما أرى ربك إلا يسارع في هواك أي في حقك وذلك لما نزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وقول عمر رضي الله عنه في قصة المشاورة في أسار بدر فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت فكلها كلمات جاءت في معنى الهوى وكما قلنا أن الهوى المراد هو ميل النفس ورغبتها ومحبتها تكون فيما يريد الله جل وعلا ويرضاه لعبادة تبعا لما جئت به أي تبعا لما جاءت بالشريعة قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وروا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تقولوا خلاف الكتاب السنة وروا العوفي عنه قال نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه والقول الجامع في معنى الآية لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفعل ومن علامات اتباع الهوى كراهت ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والتخلص من الأمر والنهي الشرعيين بشتى الحيل كذلك من علامات الهوى تفضيل الأدنى على الأعلى من الأعمال المشروعة ومن ذلك المسارع إلى النوافل مترك الواجبات كراهت التحاكم إلى الله ورسوله الحب والبغم لغير الله جل وعلا فيحب الفساق ويكره الصالحين ووزن الناس بميزان الدنيا والارتباط بهم على أساس المصلحة على أساس المال على أساس العمل دون على أساس الصدق والعلاقة الصحيحة السليمة فمن علامات الهوى عدم اتباع الشرع الله جل وعلا وعدم الاستسلام للدهيل وعدم الاستسلام لما يريده الله جل وعلا من العباد فكلها علامات للهوى نسأل الله جل وعلا أن يعافين وإياكم من الهوى و قد غيل من اتبع الهوى فقد هوى و حريهم بالإنسان أن لا يتبع الهوى قال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إله وهو هوه وأضله الله على علم فين بغي للإنسان أن يتبع ولا يبتدع كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم هناك وصلتوا إياكم إلى ختام هذا الحديث في هذه الحلقة بعد الفاصل نبدأ في الحديث الأخير من سلسلة الأربعين النوية للإمام النووي فابقوا معنا مرحبا بكم مشاهدين الكرام في الجزء الثاني من هذه الحلقة مع الحديث الثاني والأربعين مع الحديث الأخير من سلسلة الأربعين أستطيع الله جل وعلا أن ينفع السامع والقائل بهذه الكلمات عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله جل وعلا يا ابن آدم إنك ما داعتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك علىنا السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة كما جاء ذلك عند الترمذي وقال حديث حسن رأي الحديث تقدم ترجمة حديث الثالث عشر ويمكنكم رجوع إلى الحلقة في اليوتيوب أما أهمية هذا الحديث يقول الإمام النووي أعلم أن هذا الباب من أهم الأبواب التي يعتني بها ويحافظ على العمل بها وقصدت بتأخيره التفاؤل بأن يختم الله الكريم لنا به أي يختم لنا حياتنا بالاستغفار وفيه إشارة إلى تغليب حسن ظن بالله تعالى في آخر العهد بالدنيا وأول العهد بالآخرة فكان هذا الحديث هو آخر لقاء بيني وبينكم في سلسلة الأربعين فيكون نتحدث عن الاستغفار والدعاء حتى يحسن العبد الظن بالله جل وعلا أما الشرح الإجمالي لهذا الحديث فهذا الحديث يدل على سعة رحمة الله جل وعلا وسبحانه ويدل على كرمه ويدل على جوده وقد بين فيه الأسباب التي تحصل بها المغفرة للمر وهي الدعاء والاستغفار وعلق هذين السببين على التوحيد أن يوحد العبد ربه جل وعلا لا يشرك به شيئا جاء في الآيات وفي الأحاديث إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فحريهم بالإنسان أن لا يفرط في هذا الأمر أن يوحد الله جل وعلا في دعاه في صدقه في ابتهاله لا يعبد إلا الله جل وعلا فمن لقي الله جل وعلا موحدا نفعه الاستغفار ونفعه الدفعاء ولا ينفع مع الشرك شيء ولعل في تعليقه ذلك على التوحيد نفي الشرك وتنبيه لعدم الاخترار برحمة الله جل وعلا الواسعة وترك العمل والاجتهاد في ذلك وقوله يا ابن آدم هذا نداء لم يرد به واحدا بعينه فليس المقصود أنا ولا أنت وليس يا بني إسرائيل كما في كتاب الله جل وعلا يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يبين الله جل وعلا هؤلاء القوم ولم يقل يا أيها الذين آمنوا في الخطاب للمسلمين أو المؤمنين عاما بل يا بني آدم فهذا خطاب للجميع هذا خطب لجميع البشرية وهل يدخل الأنبياء في هذا النداء أو لا يدخلون قيل أنهم يدخلون وقيل لا يدخلون باعتبار النداء الأول في الحديث أنك ما دعوا تاني فبيّن أنه تقع سيئات وهنا استغفار فقيل أنهم معصومين وفي النداءين الآخرين يوجد شرط لا يقتضي الوقوع والراجح دخولهم ويجهد ذلك قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك واستغفر لأن من أخرج الأنبياء من هذا الحديث قال لأنه فيه استغفار وفيه كذا فهذا يكون بحال الأنبياء نقول لا أن الله جل وعلا قال لنبي صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك واستغفر فوقع الاستغفار منه صلى الله عليه وسلم وأمر به فهذا ليس معنى عدم الأصمة وهذا النداء قد تكرر ثلاث مرات في هذا الحديث والدعاء هو رفع الحاجات إلى رفع الدرجات وإظهر العجز والمسكنة بلسان التضرع وهو بلا واسطة وهذا من خصوصيات هذه الأمة فالأمم السابقة كانت تفير إلى الأنبياء في رفع الحاجات إلى الله تعالى روى معمر عن قتادة قال وعطيت هذه الأمة ثلاث لم يعطاها إلا نبي كان يقال للنبي اذهب فليس عليك حرج وقيل لهذه الأمة وما جعل عليكم في الدين من حرج وكان يقال للنبي أنت شهيد على قومك وقيل لهذه الأمة لتكون شهدها على الناس وكان يقال للنبي سل تعطى وقال الله جل وعلا لهذه الأمة ادعوني أستجب لكم وهنا مكان لدفع شوفها فإن قيل ما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له فالجواب ما قاله الغزالي اعلم أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء فإن الدعاء سبب لرد البلاء ووجود الرحمة كما أن البذر سبب لخروج النبات من الأرض وكما أن الترس يدفع السهم كذلك الدعاء يرد البلاء وقال السندي يكفي في فائدة الدعاء أنه عبادة وطاع على الله جل وعلا وقد أمر به العبد فكون الدعاء ذا فائدة لا يتوقف على ما ذكر من استجابه كما جاء ذلك في سنة ابن ماجة ويشهد لذلك حديث سلمان لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر كما جاء عند الترمذي وقال العز بن عبد السلام سلطان العلماء من زعم أنه لا يحتاج إلى الدعاء فقد كذب وعصى ويلزمه أن يقول لا حج لنا إلى الطعاء والإيمان لأن ما قضاه الله تعالى من الثواب والعقاب لا بد منه وما يدري هذا الأحمق أن الله تعالى قد رتب مصالح الدنيا والآخرة على الأسباب ومن ترك الأسباب بناء على ما سبق به القضاء لا بد منه أن لا يأكل ولا يشرب إذا عطش ولا يلبس إذا برد ولا يتداوى إذا مرض وأن يلقى الكفار بلا سلاح وأن يقول في ذلك كله ما قضاه الله تعالى لا يرد وهذا لا يقوله مسلم عاقل كما جاء ذلك في شرح الجرداني وقوله ما دعوتني أي ما دمت تدعوني أو ما دمت تسألني وقيل بل ما دمت تعبدني لأن الدعاء هو العبادة وفسره العلماء في القرآن الكريم بالعبادة قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقوله ورجو تني والواو للحال لا للعطف لأن العطف يقتضي أن المغفرة تترتب على الدعاء وتاره على الرجاء وليس كذلك وهنا مسألة هل الأفضل للشخص تغليب الرجاء أن يرجو الله جل وعلا كما جاء في الحديث أو أن يغلب جانب الخوف فأيهما أقوى وأيهما أرجح فعند الشافعية أن يكون رجاءه وخوفه مستويين وإن كان مريضا فرجعه أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمن أحدكم لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا كما جاء ذلك عنده مسلم وعند الحنفية إن كان عاصيا فالخوف في حقه أفضل وإن كان مطيعا فرجعه أفضل وإن كان قبل الذنب فالخوف أفضل وإن كان بعده فرجعه أفضل وإن كان صحيحا فالخوف أفضل فهذا مقياس هل يخاف العبد من الله جل وعلا أم أنه يرجو ما عند الله جل وعلا فيرى العبد في حال نفسه يقول ابن القيم أن الخوف والرجاء جناحا طائر كما أن الطائر لا يطير بجناحا واحد فهو يحتاج إلى جناحين جناح الخوف وجناح الرجاء إذا ما استمسك بهما معا فإنه نجا وإن ترك أحدهما فإنه يضي فلا بد من خوف مع رجاء فغلبة الخوف من دون الرجاء تقنط العبد من رحمة الله جل وعلا وغلبة الرجاء من دون الخوف تجعل العبد لا يسارع في طاعة الله جل وعلا ولا يعمل بالطاعة غرورا وسوء ظن بالله جل وعلا كما قال سبحانه فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فإن بغل الإنسان أن يحافظ على الخوف والرجاء فمتى ما شعر بقرب الموت غلب جانب الرجاء متى شعر أنه سيعص الله جل وعلا غلب جانب الخوف والموفق من وفقه الله جل وعلا للاتزان في هذا الباب وأختم هذه الحلقة بقصة دخل على الشافع رحمه الله في مرضه الذي مات فيه فقيل له كيف أصبحت يا أبي عبد الله قال أصبحت من الدنيا راحلة وليخواني مفارقة ولكأس المنية شاربة ولا أدري إلى الجنة تصير روحي فأهنيها أم إلى النار فأعزيها ثم أنشد قائلة ولما قس قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجع مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك عظما فحريم بالإنسان أن يرجو رحمة الله جل وعلا ويرجو ثوابه وأن يعلم أنه يقبل على رب كريما غفور شكور حنان منان يجيب دعوة المضطرين ويحب السائلين ويحب مناجات المستغفرين فيقبل العبد على الله جل وعلا ويصدق ما كلها كلمات وعيضات في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم هناك وصلت إياكم إلى ختام هذه السلسلة فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان والله ورسوله بريئان سبحانك الله من بحمدك أشهد أن لا إله لا أنت أستغفرك وأتوب إليك إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المصلحون ومن يطلع الله ورسوله ويخشى الله ويستطهف أولئك هم الفائدون ترجمة نانسي قنقر